اشتركوا في القناة والصلاة والسلام على سيد المرسلين نعرفكم براسي أنا محجوبة من تلهادف مغربية مقيمة في موريتانيا حالتي الشخصية متزوجة من موريتانيا ولي الحمد لله هون عشر سنوات والحمد لله ما اختلف علي الجو اللاكي جوي في المغرب هو نفس الجو هون اللا مشيت عن اهلي وجبرت اهلي هون الحمد لله ما اختلف علي في اي شي ما قط حسيت نهار واحد اعلني اجنبية نحس دائما عني لا فوطني الحمد لله الحمد لله التحقت باخواني مغاربة هون عندهم عدلين جمعية وعدت عضوه الحمد لله فيه وعدت نقوم بياسر من الأعمال نعاون من شاء الله أخوتي المغاربة المنهم عنده يبغي المساعدة نساعده المنهم صعاب عليه شي نسهلوله جميع الأمور كاملة الحمد لله الحالات الاجتماعية كاملة الحمد لله ولا الحالات الشخصية ولا الحالات اللي ما هي داخل الجمعية قاعد لا بعيد عن هيني نعود فيها تدخل اللي انتدخل اللي انعدل فيه ذاك اللي يا الله يعدل من أجل علنهم مخوتي مقاربة وأجانب وياسر من شي نعود نعرفوه وما ما يعرفوه نعود ننساعدهم فيه اسمعت وحنا هون الحمد لله نمثلو وطننا المغرب ونمثلو أهلنا وبالمساعدة أمو اللي من زوجي حتى هو يساعدني بجميع الأمور اللي لهين نمشي فيها كامل الإدارية لعلن عودانا ما نعرف فيها شي يعتاعدني هو من ذلك الناحية وخالقين حالات قط الحمد لله دخلت فيهم وصلحوا كانت عندي حالة كانسير مغربية جهت هون مريضة والحمد لله ما بخلناها شي وساعدوني المغاربة وساعدوني موريتانيين ماديا ومعنويا لا من ناحية الطب ولا من ناحية أي شي الحمد لله كامل تم تقايمة به يلين برات الحمد لله ورعاها تجيهون تدير الله كونترول وتمشي شورة بلد وخالق شاب هون حتى هو خلقت له مشكلة طفل صغير مازال ورواية ما كان يعرفها مسكين ولا شيء يراده والله حتى هو دخل ورطة ومن بعد الحمد لله بمساعدة تمولي الإخوان الموريتانيين والأشقاء ما قد تخلّوا عننا منين تعد عندنا مشكلة لنا بتهم ولتجؤولهم حتى هم لا يمدوننا أيديهم ويساعدونا إلي نحلوا المشكلة لا شيء يعني الطب ولا شيء يعني الإدارة ولا شيء يعني إذا كان الحمد لله مشترك ما قد تخلّوا عنه واسمعت وتوفي الحمد لله من هذا المنبر نشكر أولاً الإخوان الموريتانيين كاملين اللي ما قدت الحمد لله عادت عندنا رواية نبغوهم يساعدونا فيها ما يساعدونا فيها كاملين من الدرجة العليا إلى الدرجات الأخرى ونشكر المغاربة المقيمين هون اللي الحمد لله ما قدت خلقتهم والرواية ما قاموا فيهم والليلة ما أديهم معنوياً فهمت ونشكر السند اللي هو زوجي عملي الجمعوي دائماً يمشي معايا فيه ماني لين يمشي البلاصة ما يمشي معايا فيه لنحلّينا المشاكل كاملة والله عدّلنا ذاك اللي يا الله يعدّل وسمعت الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم خديجة طريق مغربية قاطينا بنواكشوت الحمد لله هذيك ذرك عندي 15 سنة ساكنة هنا في نواكشوت أم الطفلين متزوجة بموريطاني صديقة دي المحجوبة اللي تنعرف عليها أنها مرأة الحمد لله كتقوم بالعمل الخيري بلا مقابل كتساعد المغاربة تقدر تلقاها ماشية معاك تتعيط تلقى مشكلة عن مغربية تعيط لي تقول له أجي شنا هي المشكلة ديالك وتحاول تحلّه وتحاول تصل بالناس اللي مسؤولين علي على سمو باشيحلوا للمشكل دياله وتبارك الله ما باخلواله والمغاربة اللي هنا وهذه هي شهادة من صديقة ديالها وشكرا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم اسم عبد الرحمن بهدي جيت الموريطانية ووقع لي وحد المشكيل والله الزوج السخر لي هاد سيده هي والزوج دياله اللي وقفوا معايا وماش خلوش علي فأي لحظة من اللي عرفوني رام غريبي وكنشكرا هي والزوج ديالها اللي وقفوا معايا لحد الان السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر